بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الطلبة والطالبات اليوم إن شاء الله محاضرتنا في مساق مراسلات تجارية باللغة الإنجليزية Business Correspondence Unit 4 Type of Business Letters Type of Business Letters ما هي أنواع الرسائل التجارية؟ One Sales Letter رسائل المبيعات Letter of Inquiry رسائل الاستفسار Letter Replying to an Inquiry وهي الرد على الاستفسار Letter of Complaint رسائل الشكاوي Letter of Apology letter order letter وهي رسائل الطلب Type of Business Letters One Sales Letter رسائل المبيعات ما هي رسائل المبيعات؟ A letter which is written to encourage the recipient to buy a new product to try a new service or drum up an interest on an existing product or service المقصود بذلك بأنها رسائل المبيعات هي عبارة عن خطاب مكتوب لتشجيع المستلم على شراء أو لتشجيع الشخص الذي يستلم هذه الرسالة على شراء منتج جديد أو تجربة خدمة جديدة أو جذب اهتمامه بمنتج أو الخدمة الموجودة حاليا أو التسويق المقصود بذلك أن التسويق لمنتج موجود حاليا It can be a letter that asks you to support a case or to participate in an activity كذلك يمكن أن تكون هذه الرسالة الرسائل المبيعات أن تطلب من الشخص الاشتراك في نشاط معين أو دعم قضية معينة Good Sales Letter are based on four fundamental points يعني عشان أكتب أنا رسالة مبيعات جيدة يوجد هناك أربع نقاط أساسية يجب مراعاتها عند كتابة رسائل المبيعات One, Attention Attention وهي الانتباه يجب العمل أو يجب أن يتم كتابة الرسالة بشكل يجذب انتباه المستهلك أو القارئ إلى هذا المنتج أو هذه الخدمة For example You and just a few others were chosen ممكن من خلال الرسالة أكتب له هذه الجملة تم اختيارك أنت وقليل من الآخرين مثلاً لتجربة هذا المنتج أو للاشتراك في هذه الخدمة مثل الرسائل اللي بتم إرسالها من قبل شركات الجوال دائماً الغالب تبدأ بجملة أو بكلمة تجذب انتباه القارئ To desire وهي الرغبة كيف بدي أنا أزيد من رغبة المستهلك أو من رغبة القارئ على استخدام هذا المنتج For example In these days of rising prices and filling incomes you not only need a career but a better career ممكن أني أنا أكتب له هذه الجملة بتزيد من رغبته في أنه مثلاً يتقدم إلى هذا العمل فبحكي له في هذه الأيام مع ارتفاع الأسعار وإنخفاض الدخل لا تحتاج فقط إلى مهنة أو أي عمل ولكن إلى مهنة أفضل فأنا هنقش بزيد من ترغيبه في استخدام منتج معين Three Conveniencing اللي هي الإقناع كيف أنا بدي أقنعه في استخدام هذا المنتج أو تجريب هذه الخدمة For example The careers give you the latest idea to enhance your opportunities in life مهنتك تمنحك أحدث الأفكار لتعزيز فرصك في الحياة فأنا هنقش بدي أقنعه على استخدام هذه الأفكار أو أقنعه على أنه يستمر في هذا العمل أو يتقدم إلى هذه المهنة كذلك For اللي هي Action العمل كيف أنا بدي أعمل على أنه أضمن من خلال رسالتي أنه اشترك أو أنه جرب المنتج تبعي فأنا هنقش بدي أعطيه الطريقة اللي بدي يتواصل فيها معايا عشان يقدر أنه أو أضمن أنه اشترك في هذه الخدمة أو جرب هذا المنتج واستفاد منه For example Please send us your subscription at once ممكن أحكي لي يرجى إرسال اشتراكك إلينا مرة واحدة حتى يتم مثلا تسجيلك أو دخولك في مثلا السحب أو يرجى تجريب هذه العينة من هذا المنتج أو الاشتراك معنا أو تذوق منتج معين فأنا هنقش بأضمن من خلال رسالة المبيعات أني أنا اعملت له تنبيه وجذب انتباهه لهذا المنتج اعملت له ترغيب أني أنا حكيت له إيش مميزات هذا المنتج فرغبته في استخدامه وأقنعته بأهمية هذا المنتج وكمان اعملت على أني مثلا أني أخليه مثلا يشتريه فأنا ما زال أنا جذبت انتباهه زيت من الرغبة وأقنعته فأنا هو هن إيش هيشتري المنتج فهذه اللي هي الأربع مكونات الأساسية الواجب توفرها في رسائل المبيعات حتى تكون جيدة 2. Letter of inquiry رسائل الاستفسار A letter whose purpose is to involve information about a product, a service, or a procedure It could also be letter requesting specific information, text book, brochure, query about website, a question regarding product components يعني المقصود برسائل الاستفسار هي عبارة عن خطاب يهدف أو يراد من خلاله استنباط معلومات حول منتج أو خدمة أو إجراء بروسيجر يمكن أن يكون أيضا هذه الرسالة تطلب معلومات محددة مثل تكست بوكس كتابا دراسيا أو بروشور أو استفسار عن موقع معين يعني يتم من خلالها الاستفسار عن كتاب أو موقع أو بروشور أو سؤال يتعلق بمكونات المنتج المستخدم فهذه رسائل الاستفسار وبناء على ذلك يجب أن تكون رسائل الاستفسار مكتوبة بنغمة يعني بنظمة فرندلي صديقة ودودة دائما وأجعل من السهل على المستلم أنه يعمل على تحديد وتقديم المعلومات اللي أنا بأحتاجها فعشان هيك بأكون أنا كتباها بلغة لطيفة وسهلة فبأنا بس أحدد إش هي المكونات أو الشغلات اللي أنا بدي أستفسر عنها عشان يتم تقديمها إلي والإجابة عليها بسهولة Format of letter of inquiry Follow this format in writing a letter of inquiry يجب اتباع هذا التنسيق عند كتابة خطاب الاستفسار One, in the first paragraph, identify yourself and if appropriate your position and your institution or firm يجب أن يتم في الفقرة الأولى تحديد بحدد نفسك أو اسمك وإذا لزم الأمر منصبك أو المؤسسة التي تنتمي إليها Two, in the second paragraph, briefly explain why you are writing and who you will use the requested information في الفقرة الثانية يتم شرح بإجاز سبب كتابتك وكيف سوف تستخدم هذه المعلومات المطلوبة Three, list the specific information you need You can phrase your question request as a question or as a list of specific items of information بحدد إيش المعلومات اللي أنا بدي إياها وبحاول إني أنا أضعها في قائمة ويمكن صياغ الطلباتك على شكل أسئلة أو قائمة بتكون عناصرها محددة من المعلومات أو معلوماتها محددة Four, in other case, make each item clear and discrete يعني في كل الأحوال يجب استخدام العناصر أن يتم كتابة العناصر بشكل واضح وبشكل منفصل حتى يتم أو يسهل الإجابة عليها أو الرد عليها Conclude your letter by offering your reader some incentive for responding بأختم رسالتي بتقديم بعض الحوافز للقارئ عشان يستجيب على هذه الرسالة هذه اللي هو الشكل في تنسيق رسائل الاستفسار في البداية بأبدأها بالفقرة الأولى بحدد نفسي مين أنا إيش منصبي؟ من أي مؤسسة؟ بأشرح في الفقرة الثانية سبب كتابي لهذا الخطاب في الفقرة الثالثة بأحاول أضع قائمة الأسئلة أو الاستفسارات اللي أنا بدي أستفسر عنها ودائما بأضع العناصر بشكل واضح أو أسئلة الاستفسار بشكل واضح ومنفصلة عن بعضها البعض وفي النهاية بأحفز القارئ أنه يجاوب أو يرجع لي برد على الاستفسار تبعي رسائل الرد على الاستفسار يعني هي عبارة عن خطاب مكتوب ردا على المستهلك أو على المستهلك الذي يطلب معلومات حول المنتج أو الخدمة المعروضة أو الإجراء أو العملية المعروضة يجب أن يتم تحضير أسئلة الاستفسار أو الإجابة على أسئلة الاستفسارات بعناية لماذا؟ لأنها تعكس أدب العمل وذلك من جانب البائع يعني يجب على البائع الرد على استفسارات الزبائن بشكل مؤدب لأنها تعكس أدب هذا العامل أو أدب الشركة الذي ينتمي إليها أو المنتج الذي ينتمي إلى هذه الشركة من الشخص المسؤول عن الرد على رسائل الاستفسار هو رجل المبيعات جميع الأسئلة في أسئلة الاستفسار يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار طبعاً يوجد هناك بعض التلميحات حول صياغة الرد على الاستفسار أول إشيء أول إشيء أول إشيء رد على رسالة الاستفسار بأكتب أني أنا تم استلام الاستفسار وسوف يتم الإجابة عليه بعدين أشكر الطرف الآخر أو المرسل الاستفسار على اهتمامه بشراء هذا المنتج أو على اهتمامه بالمنتجات تبعتنا ثري جيف دي تايلز ريغاردين برايس كاش ديسكاونت أند أذر في بربول تيرمز أوف تريد بعدين ببدأ إني أنا أقدم في الرسالة تفاصيل بشأن السعر أو الخصم النقدي أو شروط التجارية الأخرى أو بجاوب على الاستفسارات اللي هو طلبها بحدد شروط الدفع أو وسيلة النقل اللي أنا بدي أستخدمها كذلك بحدد الوقت المطلوب لتنفيذ الأمر إذا تم وضعه state, wider, the price, list, catalog, simple, are enclosed or sent separately يعني بأحدد كمان أو بأذكر خلال الرد على الاستفسار إذا كانت قائمة الأسعار أو الكتالوج أو العينة المرسلة مرفقة لوحدها أو تم إرفاقها بشكل يعني مرفقة مع اللي هي رسالة الاستفسار أو مرفقة بشكل منفصل كل هذه الأشياء يجب أن يتم تحديدها خلال الرد على الاستفسار أولا بأعمل إقرار باستلام هذا الاستفسار وبأشكر الطرف المستفسر أو الطرف الآخر على اهتمامه بالمنتجات تبعتنا بأقدم له تفاصيل أو بأجاوب على الاستفسارات تبعته وبأحدد الشروط اللي كان بيستفسر عنها سواء كانت عن طريقة الدفع أو عن طريقة النقل والتوصيل فذلك بتم تحديد الوقت المطلوب لتنفيذ توصيل الدفعة أو الاستلام وبأحدد ما إذا كانت الكتالوجات أو قائمة الأسعار أو العينات المرسلة بشكل منفصل أو مع الرسالة الرد 4. Letter of Complaint رسالة الشكوى A letter written to resolve a problem about a product or service that is defect or unsatisfactory and highlights the customer's dissatisfaction with the product or service هي عبارة عن خطاب مكتوب لحل مشكلة حول منتج أو خدمة معيبة أو غير مرضية ويبرز من خلال هذه الرسالة استياء العميل من المنتج أو الخدمة المستخدمة وسوف يتم التعرف على رسائل الشكوى لاحقاً وأساسيتها 5. Letter of Appology رسائل اعتذار A letter that is written to express regret for something that has gone wrong To make amends and to help rectify the complaint هي عبارة عن خطاب مكتوب للتعبير عن الأسف لحدوث خطأ ولتعديله والمساعدة في تصحيح هذه الشكوى أو كيف يمكن العمل على الرد على هذه الشكوى والاعتذار وتصحيح هذا الخطأ Reasons you may write to complain about ما هي الأسباب التي تؤديني إلى أني أنا أكتب رسالة شكوى Deals delays اللي هو التأخير أو التأخير في وصول البضاعة أو الشحنة Wrong shipments شحنات خاطئة Damaged goods بضاعة فاسدة Missing parts أجزاء مفقودة من المنتج Defective merchandise بضاعة معيبة Pilling errors أخطاء في الفواتير Late deliveries التسليم كان متأخر Faulty equipment المعدات كانت equipment المعدات كانت معيبة Rood employees الموظف كان غير مهذب في الرد على المستهلك Warranties اللي هي الضمانات كانت غير موجودة مثال على ذلك اللي هي الصور المرفقة منتج بصل معيب متكسر أو كانت البضاعة كانت مطاعجة أو مكسرة أو فيها نزل بازل بتكون أجزاء مفقودة منها فبتأدي أن يكون المنتج غير جيد الموظف غير مهذب في الرد على المستهلك أو تأخير late في تأخير في تسليم الطلبية Complaint Letter of Complaint should state يجب أن تحتوي رسالة الشكوى أو تتضمن The Complaint clearly يجب أن تكون مكتوبة بشكل واضح Give relevant details about the equality or quantity of goods you have received وأكتب فيها أو أقدم فيها تفاصيل حول جودة وكمية السلع التي تم استلامها أو تلقيها كذلك Request Remindly Action أني أنا أطلب من خلال الشكوى تبعتي طلب إجراء علاجي أو ما هو يعني اقتراح لهو أو طلب حل لحل هذه المشكلة Letters of Complaints usually include the following stage وعادة ما تتضمن خطابات الشكاوي المراحل التالية يجب أن تحتوي على One Background خلفية عن سبب المشكلة أو الشكوى اللي هي Problems المشكلة Case and Effect السبب والنتيجة اللي أنا توصلت لها فيه اللي هي المشكلة Solution اللي هو الحلول Warning or Optional تحذيرات أو خيارات لدى البائع Closing ومن ثم إغلاق الرسالة أو الشكوى Six order letter رسالة الطلب An order is a letter in which the buyer asks the sailor to supply him with specified quantities of goods هي خطاب يطلب فيها المشتري من البائع تزويده بكمية محددة من البضاء Order forms اللي هو الشكل تبع رسالة الطلب The use of serial numbered printed order forms facilitates reference بتم فيها استخدام نماذج الطلبات بتكون مطبوع فيها الرقم التسلسلي حتى يسهل الرجوع إليها They also ensure that وذلك بضمن All essential information is given Whether the order for two or more items should be tabulated كذلك تضمن أنه يتم تقديم جميع المعلومات الأساسية ويتم جدولة طلب عنصرين أو أكثر يتم وضعهم في جدول حتى يسهل توضيحهم أو شكل أسهل Orders by telephone should be confirmed in writing يجب تأكيد الطلبات عبر الهاتف بطريقة مكتوبة كتابية حتى تكون more formal حتى تكون أكثر رسمية The letter usually contains ودائما رسائل الطلب تتكون من Reference to the recipient of the order مرجع لهو لاستلام الطلب The name of the career or the forwarding against اسم الناقل أو الوكيل الشحن The prospective date of delivery تاريخ التسليم المتوقع Reference to the enclosed invoice دائما بتم فيها الإشارة أيضا إلى الفواتير المرفقة When the goods are prepared for dispatch عندما يتم تحضير البضاعة للإرسال The sailor sends a letter advising the buyer that his order has just been executed بيرسل البائع إلى المشتري رسالة بتم فيها إخباره أن أمره قد تم تنفيذه للتو أو أن بضاعته قد تم تجهيزها The invoice and the other documents are usually enclosed كذلك يجب أن يتم إرفاق جميع الفواتير والمستندات الأخرى In order to enable the buyer clear on his goods as required by customers حتى يتمكن المشتري من تخليص بضاعته على النحو الذي تتطلبه السلطات الجمركية أو بالطريقة القانونية يوجد هنا مرفق نموذج لرسالة رسالة اللي هي orders طلب يتم فيها تعبئة الطلبية أو المشتريات في الجداول المرفقة حتى تسهل الطلب يتم فيها من خلالها تحديد العدد والكمية ووصف للمنتج كذلك السعر ومن ثم يتم عمل إجمالي للأسعار بالكميات المطلوبة هذه هي رسائل الطلب أو اللي هي orders وبذلك نكون عزيزي الطلب قد تعرفنا على أنواع الرسائل التجارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته